واعتقد موضوع الجامعية العمومية واضح بس كانت الغريبة جداً فكرة الإشعاعات جمعية تمشي بمنتاز ثلاثة والود وحتى الناس اللي عندها وجهة نظر معارضة وده طبيعي جداً كل مجلس لابد ان له معارضة وكل عمل إنساني موجود هناك عمل آخر أو رأي آخر في أدائه مش صحة مش صحة أبداً ان الكل في اتجاه واحد لا فيه أراء مختلفة وده شكل الديمقراطي الطبيعي جداً اللي طول عمره موجود في الأهلي في أبرز وأنصع تجارب الديمقراطية في الرياضة فمش معنى إن فيه ناس عندها وجهة نظر أخرى إن فيه مشكلة في النادي لا أو فيه خناءة هو اللي بيحصل يا أستاذ إفرهيم أنت ما اكتمالش العدد بس أنا كان فيه سأل ما الحق ترش أسأله له لأن دلوقتي أنا لاحظت إنه خمس سلاف وشوية أول يوم خمس سلاف وشوية تاني يوم كان قبل كده العدد بيبقى تراكمي لأن دلوقتي منفصل اليوم ده ده نعقده ده نعقده فده معنى كده أن مضع حوالي عشر تلاف واحد المهم يعني اللي أنا عايز أقوله دلوقتي فيه ناس مؤكد مؤكد ليها وجهة نظر لا تتطبق مع الإدارة الموجودة دائماً وإلا الناس اللي رشحت نفسها دي ولم يدركها التوفيق دائماً أكد ما لهمش أرضية صحيح فبيبقى فيه ناس متعطفة حتى أما بيجوا يعني يعترضوا يعني بيقف عنده نقط مش من المهمة تبقى فنية قوي يعني يجي يقولك مثلاً يتكلم على الاشتراكات سعر الكرنيه الكلام ده كلها كانت حاجات من النوع ده إذن هو حوار لكن أنا لما بيكون متدقى ممكن أن أنا أكلمك ببقى صوتي محتد هذا ليس خناء ولاس بدليل أن اليوم زي ما احنا شفناه متصوروا في كل حتة ماشي زي الفل لكن أنا بعايز أتوقف أستاذ إبراهيم حقيقة يعني لما تشوف الأسبوع اللي فات واللي طلع والكابت الخطيب مش هيكمل وحيدعم وبعدين خناءة في الجامعية العمومية أنت شايف وتكتشف أنه هم هم نفس الأشخاص اللي وراء هذه الإشاعات هم هم نفس الأشخاص اللي متبنيين وجهة النظر دي إنت متخيل أن دول لو الوضع ما كان استمر كان حيبقوا هم هم اللي موجودين في دولاب العمل في النادي الأهلي وفي إعلامه هم عرفت ليه كنا يعني جينا في الآخر ما بيناش قادرين نخب مخاوفنا هاي على النادي الأهلي هاي إزاي بالسزاجة بتاعتهم متصورين أنه ممكن الجامعية العمومية تسلمهم مفتاح الكرار الثاني ها ها يعني مش قادرين يدركوا أنه ده 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 اللي أحزة اللي أنت تتكرر وجودهم في النادي الأهلي احنا ما زلنا نعاني من الأزناب والزيول وعملين بسم الله من شاء الله كل شوية نخلص من من شوية وبعدين خلاص يا سيدي كل واحد يروح لنادي اللي بيحبه ويمارس هويته بحرية لكن ما تبقاش كمان قوي كده يعني يعني أنت حتى بتأذي اللي أنت منتم إليه يعني يعني بتوضح أن الأهلي كانت في خطر والحمد لله يعني إذا كنا هنحط من ضمن إنجازات الخطيب أنه فعلا قدر يوقف هذا الخطر الداهم ويرجع مصار الأهلي على القطبان السليمة بإذن الله عشان تشوف هذا الشكل اشتركوا في القناة